أهلا بكم مع وصول الأوضاع في العراق إلى حالة الانهيار والتردي الشامل وتصاعد السخط والغضب الشعبي والذي تجلى في المقاطعة الشعبية للانتخابات البرلمانية الأخيرة وفشل العملية السياسية ورعاتها وأصحابها في تقديم أي مسار للإصلاح برغم الوعود المكررة والمتكررة صار حتما وجود مشروع وطني بديل لينقاذ العراق من هذا التخبط الكبير والمستمر فيه منذ العام 2003 المشروع الوطني للإنقاذ هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية هل صارت حاجة العراق إلى مشروع وطني للإنقاذ ضرورية وحتمية أكثر من أي وقت آخر؟ وما هي المواصفات المطلوب توافرها في هذا المشروع الوطني ليكون قادرا على جمع العراقين على هوية وطنية كلية؟ وما هي فرص نجاحه في حيازة القبول والدعم الشعبي له ليبلغ أهدافه المنشودة؟ وكيف له استثمار حالة الصخط الشعبي الكبير على العملية السياسية وشركائها في جعل هذا المشروع المشروع الوطني البديل السياسي عن مشروع الاحتلال الحالي؟ ضيوف الطاولة رافع الفلاحي وليد الزبيدي حارث الأزدي لا بد من الخروج من دوامة الخراب المستمرة منذ 16 عاما هو إجماع عراقي على ضرورة البحث عن طريق النجاة من أزمات البلد بصعودها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية سلك البعض تلك الطرق عن طريق المقاومة العسكرية والسياسية للاحتلالين الأمريكي والإيراني والبعض الآخر سلكها من خلال التظاهرات والاحتجاجات ضد المنظومة الحاكمة وفي كلا الحالتين وجدوا الرصاص والقمع يسد تلك الطرق اتفق العراقيون على تشخيص المرض وأجمعوا على ضرورة علاجه لكن إيجاد العلاج ظل بعيد المنال بسبب التمزق الطائفي وغياب الوحدة المجتمعية نتيجة سياسة فرق تسد التي مارسها الاحتلال وتمارسها الطبقة الحاكمة بمختلف طوائفها الظروف الراهنة وتجارب البحث عن حلول لأزمات العراق تلح على العراقيين للبحث عن مشروع وطني جامع يقتلع العملية السياسية القائمة من جذورها بعد أن فقدوا كل أمل بإصلاحها وتجلى فقدان الأمل بالمقاطعة الشعبية الكبيرة للانتخابات البرلمانية الأخيرة وتلك علامة على تجاوز الشعب العراقي الوقوع في فخ الدموقراطية الوهمية محاولة إيجاد مشاريع وطنية من داخل الساعة السياسية القائمة كان ضربا من الوهم والإيهام أسماء تحالفات وكتل وشعارات رددت كلها تهتف بالوطنية والنتيجة مزيد من التفكك والفساد والارتهان الخارجي والعبث بمقدرات البلاد فضلا عن فساد الجو السياسي الملوث لأي فكرة وطنية أمام هذا الواقع يبحث العراقيون عن خلاصهم ببناء وطني متطابق بالشكل والجوهر ونابع من مبدأ التعيش المشترك والأهم من ذلك تؤسسه أيد أمينة وحرة نشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيل سات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 1283 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة التي ستبحثوا في حاجة العراق إلى مشروع وطني للإنقاذ بعد وصول العملية السياسية إلى طريق مزدود ضيوف الطاولة الدكتور رافا الفلاحي الكاتب الباحث السياسي والأستاذ وليد الزبيدي الكاتب الباحث السياسي ومعنا أيضا مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين الأستاذ حارث الأزدي مرحبا بتضيف الكرام جميعا أيهاكم الله لو بدأنا مع دكتور رافا الفلاحي دكتور هل فعلا العراق اليوم هو أحوج ما يكون من أي وقت مضى إلى مشروع وطني بديل عن العملية السياسية بعد وصولها إلى طريق مزدود بشهادة أصحابها وتعذر الإصلاح أو استحالته على الرغم من هذه الوعود المكررة عن الإصلاح والتقويم وما إلى ذلك وتسبوها بكل هذا الحطاط العام في العراق بسم الله الرحمن الرحيم فعلا أستاذ ماجد يعني بعد 16 سنة من احتلال العراق من وجود هذه العملية السياسية ووصولها إلى مثل ما حضرتك وصفت إلى طريق مزدود بعد كل المخرجات من الفساد من الخراب من الدمار من عدم هيبة العراق هوية العراق حدود العراق كل هذا فقدوا العراقيين فقدوا الخدمات فقدوا كل شيء كان في حياتهم يدلل على أنهم يعني سيمضون إلى طريق أفضل إلى مستقبل أفضل فقدوا كلها بعد تجربة بائسة ورثة طوال 16 سنة لابد بعد هذه التجربة والمريرة والخراب بعد ما جربت هذه التجربة بعد كل الوعود وكل الأكاذيب التي قيلت فيها وقالوا أنها ستأتي بعراق جديد بشكل آخر وإذا بالعراق يذهب إلى قعر الهاوية بالتالي أهل العراق عندما يقارنون مع الماضي مع دول أخرى مع العالم كله سيجدون أنهم بحاجة إلى مشروع آخر ما هو المشروع البديل عن هذا المشروع البائس المشروع الذي فرق الناس بالطائفية فرقهم بالقومية فرقهم بأديانهم هجرهم نزع عنهم هويتهم ما هو البديل بديل أن يكون هناك مشروع يوحد العراقيين لأنه في وحدتهم كان هناك بناء طوال هذه سبغض النظر عن شكل النظام نعم لكن من تأسيس الدولة العراقية لغاية 2003 كان هناك بناء تراكمي كانت هذه الوحدة تجعلهم يبنون بناء تراكمي الحقيقة بناء أشياء كثيرة بناء جامعات بناء مدارس بناء طرق بناء مدن بناء حتى الإنسان بناء تجربات تنموية في العراق بثرواته بكل شيء فهذه تعيد الناس إلى المقارنة وربما يعني نعيد ما قلناه سابقا قراءة التاريخ المتأني تعطيك قدرة على التقييم على مقياس للتقييم أنت تقيم مع الماضي تعطيك أمثلة تقيمها مع الماضي ستجد أنك ذاهب إلى طريق خطأ فبالتالي تحتاج إلى المشروع ما هو المشروع؟ إذن هو مشروع وطني من يوحد العالم؟ من يوحد الناس؟ من يدفع بهم؟ من يرسم لهم حدود مستقبلهم؟ حاضرهم ومستقبلهم؟ من يفتح أماه الآفاق؟ من يزيل هذه الاحتقانات؟ من يزيل هذه التشنجات؟ يحاسب على الماضي؟ يحاسب على المستقبل؟ يعطي فرصة للمستقبل؟ يعطي فرصة للناس؟ ليس هناك سوى مشروع وطني ذلك لم يعد وجود مشروع وطني مطلب إنما صار قضية حتمية يجب على كل العراقيين أن يبحثوا عن هذا المشروع أشكرك أستاذ وليدي الزبيدي على قضية أن المشروع الوطني الآن ضرورة وحتمية وليس قضية طرفا هل تعتقد أنه في العراق الآن بيئة سياسية مناسبة لولادة مثل هذا المشروع الوطني إطلاق هذا المشروع؟ ربما هذه البيئة لم تكن موجودة أو لم تكن موجودة بالمواصفات الموجودة الآن في هذا الوقت الراهن؟ هل هناك بيئة سياسية مناسبة؟ أعتقد حتى نصل إلى الفحوة لتهدف حضرتك من وراء السؤال والاستفسار عنها نحن يمكن أن نقسم خلال السنوات الماضية هذه الفترة إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى من تحدث عن ضرورة وجود مشروع بديل؟ وأقصد بهذه المرحلة التي بدأت مع بدء الاحتلال الأمريكي العراق في ربيع عام 2003 نعم في تلك الفترة ظهرت عنوين وطنية سواء كانت شخصيات مستقلة أو تجمعات وهيئات وفي وقت مبكر في المرحلة الأولى تحدث هؤلاء عن ضرورة وجود مشروع وطني استندوا في هذا إلى قناعات بأنه عبر التأريق الاحتلالات مذمرة ومخربة ولا تبني وأيضا رأوا أن التطبيقات الإدارية أو القانونية وما يسمى بالدستورية بعد أشهر من بداية الاحتلال أخذت المنحة التدميري التخريبي عندما جاء مجلس الحكم على أساس طائفي ومذهبي وعرقي تصدت له الشخصيات والقول وطنية وانتقدته بشدة وطالبت منذ ذلك الوقت بضرورة وجود مشروع آخر مشروع بديل لا يقوده الاحتلال ولا يكون تابع لدول أقليمية أو بعيدة حتى عن العراق القفزة الثانية في السوق كان قانون إدارة الدولة اسمح لي خلي فقط في هذه النقطة أنه تحدثت أن هناك شخصيات وطنية طرحت مشاريع وطنية مستشرفة أن هذا المسار الذي يسير عليه مشروع الاحتلال يحمل بذور التخريب والتدمير لكن هل كانت هذه المشاريع المطروحة وأصحابها بمستوى الخطورة لهذا الاستشراف لماذا لم تكن فاعلة لماذا على الأقل لم تكن مواجهتها ربما تتناسب مع هذا حجم الأخطار الذي يضمنه في الدستور وغير الدستور نعم الحقيقة هناك عوامل موضوعية أهم هذه العوامل أنه العراق كمنظومة شعبية اجتماعية حكومية حصل فيه زلزال خطير الانهيار الخطير في المنظومة الأمنية والحكومية خلال ثلاث أسابيع واجتياح القوات الأمريكية بهذه السرعة وتفكك الدولة والأجززة الأمنية ولد حالة من الإحباط لدى الكثيرين وصلت مرحلة اليأس هذا اليأس يمنع أو يقف حائل أو عائق أمام التفكير بمشروع أو حتى دعم أصحاب المشاريع والطروحات الوطنية الأمر الثاني الموضوعي عندما جاءت أمريكا روجت لذلك على أنطاق واسع أنها جاءت لتبني الديمقراطية وتبني رفاهية ودولة مدنية وغير ذلك والناس ينظرون إلى أمريكا لا ينظرون إلى التفاصيل السيئة والإجرامية في التاريخ الأمريكي ينظرون يقولون أمريكا ثمرت احتلالها لألمانيا خرجت ألمانيا قوية ينظرون إلى اليابان أمريكا بعد الخمسة واربعين بنت اليابان فالقناعات شبه جمعية عند الإراقيين كانت تذهب بهذا الاتجاه هذا بالتأكيد يقف حتى بالجانب العقلي ضد من يقول بأن أمريكا مدمرة ومخربة وغير ذلك ولكن على الطرف الآخر في وقت في ذلك كان المناق غير مناسب وغير مشجع غير مشجع إلى حد ما علاقة من الناحية الشعبية من الناحية الرأي العام في الداخل ولكن أيضا يجب أن نذكر في هذه الخصوصية تحديدا أنه على الطرف الآخر ورغم هذه الأجواء وهذه البيئة وهذه التصورات الخاطئة ظهر ما هو أكثر وأقوى وأشجع من الطرح السياسي ظهرت المقاومة في وقت مبكر فكانت البيئة تتأرجح بهذه العوامل فهذه المرحلة الأولى التي كانت فيها فقط قوى وطنية وشخصيات تطالب بمشروع بديل وتضع له برنامج ليس فقط ملامح عامة بعد سنتين أو ثلاث بدأت المرحلة الثانية بتقديري وكانت هذه المرحلة الثانية مهمة إذ بدأ الشارع العراقي يتململ باتجاهين وتوازيين الأول بدأ يرصد سلبيات وسيئات لدى أقطاب العملية السياسية والحكوميين وممارسات إجرامية واسعة لدى المحتل والخلاصة أنه ليس هناك بناء ليس هناك ديمقراطية كما تصور الكثيرون وإنما هناك منظومة حكومية مخصصة بالسرقة وارتكاب الانتهاكات ومنظومة أمنية أمريكية تساند هؤلاء وتنفذ أجندتهم هذه استمرت إلى عدة سنوات المرحلة الثالثة أعتقد بالمناسبة المرحلة الأولى القوى والشخصيات الوطنية المرحلة الثانية بدأت يعني الشارع العراقي يعود إلى ما طرحت القوى الوطنية في تلك الفترة ويعازرها ويساندها المرحلة الثالثة صار فيها شقين كما على أقل خلال الأربع أو الخمس سنوات الأخيرة الشق الأول أنه الشارع العراقي أصبح بالمطلق ضد العملية السياسية هذا الآن أي استبيان رأي أو استفتاع حتى الذي يعني يلعب عليه أو يرغم بطريقة أخرى أو يغرى للذهاب إلى الانتخابات ودليل المقاطعة الشعبية نعم حتى هذه القلة ذهبت بقناعات سادجة أنها ستغير يعني إذن هي بالضد تماما الخط الآخر الذي ظهر خلال سنوات في المرحلة الثالثة أن أقطاب العملية السياسية والمسؤولين جميعهم يقرون بأنهم عبارة عن لصوص ومجرمين معم وسراق المال العام هذا ما الذي بقيه ثابت؟ يعني لدينا الثابت والمتحول الثابت هو ما طرحته القوى الوطنية والشخصيات والهيئات والتجمعات من أن لحظة الشروع مرحلة ما بعد الاحتلال هي سيئة ومدمرة وإجرامية بالأخير بعد هذه كلها نتيجة المرحلة الثالثة أو نهايتها أصبح حتى العاملين في العملية السياسية وزعاماتها وهم يقولون هذه عملية عبارة عن سرقات المال العام وانتهاكات وتخريب البنية المجتمعية فحقيقة بعد أن توصل هذه القناعات القناعات حتى الرئيسين في العملية السياسية أن هؤلاء وصلوا إلى فشل إلى ليس فشل وإنما تدمير يعني هناك درجة أن توصل تصفير ما موجود تصفير ما موجود قد يكون إيجابي بعض الشيء ولكن أن تغوص تحت التصفير وتخرب وتدمر هذا أمر خطير من هذا المنطلق أعتقد تتحرك باستمرار القوى الوطنية طالما أنها تأكد من خلال قناعات حتى أعداءها أو المناهضين لها أو الغير مقتنعين بما طرحته في البداية إذن هذا المشروع الذي بدأ من المرحلة الأولى بالتأكيد سيكون له صدق ويبدو أن البيئة الآن مناسبة على الضفتين وصول العملية السياسية إلى هذا الطريق المسدود والفشل وتعذر الإصلاح وأيضا تنامي حالة الوعي والسخط الشعبي على هذا المشروع أستاذ حارث الأزدي قضية أن عدم فاعلية المشاريع الوطنية السابقة كانت فقط تتعلق بموضوعة الاحتلال وما تضمن في الدستور وهذا النفس أو النهج أو الأسس الطائفية والعرقية التي قامت عليها العملية السياسية أم القضية أيضا تتعلق حتى يكون الحقيقة النقاش موضوعي يتعلق بإشكاليات وتراكمات سياسية ربما كانت موجودة في الواقع العراقي تسبق حتى 2003 بداية نساء ماجد لو عدنا إلى الفوضى الضاربة المقصودة في العراق ما بعد 2003 إلى اليوم المنهج واضح المنهج الأمريكي واضح في تدمير العراق وتشتيت قوة انتدبوا عددا من مجاهيل المنافي ليتسنموا دسة الحكم ويمارسوا هذه الفوضى التي آذت الشعب العراقي نعم وصل الشعب العراقي إلى قناعة أن هؤلاء لن يبنوا بلدا وأن هؤلاء لم يأتوا إلا بما يضر العراق بالنسبة للمشاريع الوطنية التي طرحت منذ 2003 إلى اليوم هي من ناحية أن مقتضاها واحد لكن تحديد مفاهيمها تحديد ثوابتها تحديد مقتضاها هذا الذي تسعى إليه اليوم الحركة القوى الوطنية العراقية ومعنى الطرح أكثر وعيا بمعنى الطرح أكثر تخصصا بمعنى أن هناك كثير من المسلمين يقول لا إله إلا الله لكن لا يأتي بمقتضاها قد يشرك وقد يأتي بأشياء تنافي قول لا إله إلا الله فالمشاريع الوطنية التي أخذت من جرف حتى القوى الوطنية العراقية يعني على مدى هذه الستة عشر عاما طرحت مشاريع وطنية ظاهرها وطني وباطنها من قبلها العذاب بمعنى أن الأساس في الدخول في العملية السياسية من أجل رفع الظلم من أجل أخراج السجناء وقد أيضا هذه نقطة ضعف وأيضا مقتل هذا التصادم أو التناقض في المشاريع الوطنية أنها على الأقل لم تتفق على أرضية واحدة مع العلم يفترض أنه الهدف واحد أليست هذه نقطة قصور هو هذا المقصود وصول المشروع الوطني العراقي مشروع القوى الوطنية العراقية إلى هذه البلورة هل تجاوزنا هذه المرحلة؟ تجاوزنا مسألة أن كل من يدعي وصلا بالوطنية فهي له هناك ثوابت وهناك مبادئ سيتضمنها الميثاق الوطني ومحددة ومبلورة بحيث لا تمنع أي مدعي يقول أن لدي مشروع وطني يحاسب على ضمن هذا الفهم التي توافقت عليه هذه القوى نعم أشكرك إذن مشاهي كرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في طاولة حوار عن حاجة العراق إلى مشروع وطني للإنقاذ جامع يكون بديلا ووريثا للنظام السياسي القام في العراق بقو معنا اهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في حاجة العراق إلى مشروع وطني بديل بسبب حالة الانهيار العامة في العراق ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي والأستاذ وليد الزبيدي والأستاذ حارث الازدي دكتور رافع الفلاحي هذا المشروع مشروع يعني مهم لإنقاذ العراق على عاطقة مسؤولية كبيرة في قضية الإنقاذ لتدارك ما يمكن تداركه وحتى أيضا لا نضمن حتى لا نقع عفوا في نفس المطبات أو محطات الفشل التي ربما صارفتها المشاريع السابقة ما هي المواصفات والمعايير المطلوب توافرها في أي مشروع وطني وأيضا لكي يحظى بالقبول والتفاعل والدعم من قبل المجتمع والقوى الشعبية لأن اللحظة حرجة جدا قبل يعني قبل أن أجيبك على هذا وريد أن أقول فقط يعني والمشروع الوطني ليس وليد الساعة ليس مطلوبا الآن أو ولد ونزل بالبراشوت الآن الآن نعتقد أنه بعد 16 سنة من المأساة والكارثة نحتاج إلى مشروع وطني عندما جاء الاحتلال يعني مثل ما أشار أخي الأستاذ وليد الزبيدي عندما جاء الاحتلال وخرج جزء من أهل العراق لمواجهة هذا الاحتلال بالمقاومة هم كانوا جزء من مشروع وطني يعني هذه المقاومة كانت جزء من مشروع وطني لأنه دافعت عن هوية العراق عن أهل العراق عن دم العراق عن ثروات العراق هذه جزء من مشروع وطني المشروع الوطني يحقق هذه الثوابت هذه الثوابت مقدسة في المشروع الوطني هؤلاء دافعوا عن الهوية دافعوا عن البلد دافعوا عن الثروات عن دماء الناس عن أرواحهم عن مقدساتهم عن قيمهم ضد احتلال غاشم يريد أن يمسح كل هذه فإذن المشروع الوطني مع أول لحظة كان موجود لكن هناك من تآمروا على هذا المشروع هناك من حرفوه بهذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه عموما الآن ربما الظروف مثل ما حضرتك تكلم تهيئت بزيادة الوعي الشعبي الرأي العام العراقي الآن بعد تجربة 16 سنة يريد هذا المشروع هذا المشروع من أول أساسياته وثوابته هو أن هو ليس يعني ابن طائفة معينة أو دين معين أو فئة معينة أو جماعة معينة أو أيدلوجية معينة هو ابن العراق يعني هذه الحقيقة أي مشروع وطني هو ابن العراق يحافظ على ثروات العراق على وعدة العراق على أهل العراق لا يفرق بين الناس ينظر إلهم بعين واحدة للجميع وهذا المشروع المطلوب هذه أساسيات أي مشروع وطني ثابت يحافظ على سيادة العراق واستقلاله وثبات ثبات على أرضه ومياه وعلاقاته العراق عندما يتحول بلد إلى مفردة في صراع إقليمي ودولي هنا تكون الكارثة هنا أنت تحتاج إلى مشروع بديل العراق تحول من عام 2003 إلى مفردة في صراعات إقليمية ودولية ليس له فيها لا ناقة ولا جمل بالعكس يدفع من دماء أبناءه من ثرواته حتى أرضه مستغلة لهذه الصراعات صراعات عسكرية وصراعات اقتصادية وسياسية كبيرة جدا تجري على عندما يتحول البلد بهذه الطريقة أنت تحتاج إلى مشروع يوقف هذا يعيد للعراق قيمته هويته فالمشروع الوطني يعيد للعراق قيمته وهويته يعيد المواطن ليس فيه مؤجر دكتور اسمح لي خلقات عكسنا جزء من الآن أنا مشاهد أشاهدك وأستمع إلى كل هذه المشاريع الوطنية وكل هذا الكلام الجميل والنبيل والراقي والمهم والكل يتمناه لكن أيضا هناك سؤال أنه على الرغم من كل هذه الكارثة في العراق وتعدد أيضا المشاريع الوطنية لكن أي منها أي بند في هذا المشاريع لم يتحول إلى خطوة عملية على الأقل عربون للرأي العام يقول نعم هذا المشروع الخطوة الأولى تمام أنا راح يعني أسير خلفه أدعمه أسانده لحد الآن كلام فقط حبر على ورق لم ليس هناك من تجربة يعني خطوة عملية فهذه أيضا هذه مشكلة كيف تقنع الرأي العام بمشروعك الذي تطرحه الرأي العام مقتنع الآن عندما 83% من حضرتك الآن تشير 83% يقاطعون انتقابا هذا ليس مقاطعة اعتباطية هذا قرار ذاتي قرار بوعي أن تقاطح هذه مقاطعة الانتقابات يعني مقاطعة هذه العملية ومخرجات هذه الفاسدة ممكن أن يدرج هذه المقاطعة كبند في المشروع الوطني كما كان النازحون الذين خرجوا رفضا لهذا الذين تركوا البلد أيضا ضمن المشروع الوطني هكذا ممكن نحسبها أكيد لازم لازم أنت تحسبها أنت تضع مشروعا للجميع لا تضع لي فئة معينة ذلك أنا قلت هذا المشروع ليس ابن طائفة وليس ابن فئة معينة ولا دين معين ولا ايدلوجية سياسية معينة ولا تكوين سياسي معينة لا أبدا هذا يلم الجميع فبالتالي أنت المواطن عندما يقاطع فهو على استعداد الآن وعيه الآن أدركه أن ما يجري في العراق وليس في صالحه ليس في صالح أبناء ليس في صالح الحاضر والمستقبل والماضي يعني أمامه مكشوف 16 سنة من الخراب والدمار وماضي إلى الأسوأ يعني عندما عندما يتظاهر أهل الجنوب ضد من يسموهم حاضنتهم ماذا تسمي هذا هذا شعور بالوعي أن هذه الطائفية أن هذا الجو المقيت والخراء هذا لا ينفع أحد هذا بالتالي يضر المواطن سنيا شيعيا كرديا عربيا مسيحيا يضر جميع أهل العراق كلهم دفعوا الثمن لابد من استعادة شيء معين يعيد هذه اللحمة يعيد العراق إلى الطريق إلى الجادة يضع القاطرة على السكة هو بهذا المشروع نعم أساد وليد الزبيدي يعني إذا هذا الحديد دكتور رافع عن قضية أنه حتى ما كان يسمى بالحواضن الشعبية للأحزاب الطائفية في فترة الآن يعني قوضت تماما يعني هذا المشروع الآن أي مشروع وطني لو طرح الآن هل تعتقد أنه حظة في النجاح أكبر بكثير نظر لهذه المعطيات هناك سخط هناك مقاطعة شعبية انتخابات وهناك تظاهرات حتى في مدن الجنوب فرصته أفضل وإذا ضاعت ما المخاطر إذا لم ينجح المشروع الوطني هذه المرة هل يبقى أمل حتى في بصيص أمل في الإنقاذ واقعا المشروع الوطني ضمن الظروف الداخلية والإقليمية والدولية كون العراق الآن أصبح تحت مظلة عسكرية دولية لأسباب الجميع يعرفها نعم ولأن العراق أصبح ممر مهم لدولة قوية مجاورة هي إيران ضمن مشروع عقائدي إلى الدول الأخرى ولأن هناك ميليشيات مسلحة وتهيمن على الدولة هذه العوامل جميعها إذا نجيبها على قوة المشروع الوطني بهذه القياسات المشروع الوطني قوي معنويا قوي بإيراته ولكن كل مشروع يحتاج إلى أدوات فتحقيق كل ما يحلم به الوطن من هذا المشروع في هذا الظروف أعتقد ليس بالأمر سهل يعني أن لا نذهب بأحلام رومانسية غير واقعية ولكن هذا المشروع الوطني حقيقة هو يعني بدأ بصعوبة بالغة كما ذكرت في البداية وعمل على تثبيت مرتكزاته ومن ثم تطويرها هذا المشروع الوطني صوت الفلاح الذي رفض الاحتلال وصوت المواطن البسيط الذي التحق لاحقا برفض الاحتلال والعملية السياسية هذا من استمر في تغذية الشارع استمرت شخصيات وطنية استمرت قوى وطنية وسائل إعلام وبهذه المناسبة يجب أن نقول بأن قناة الرافدين واحدة من أهم المنصات الإعلامية التي عملت طيلة هذه السنوات لفضح العملية السياسية وأقطابها وفضح الاحتلال ودعم المقاومة ودعم الوحدة الوطنية وهناك شخصيات وطنية كان لها تأثير كبير أيضا في انضاج المشروع الوطني وفي انعكاساته في الشارع العراقي وحتى الشارع العربي يعني أذكر على سبيل المثال بعد 24 ساعة من وفاة الشيخ المرحوم حارث الضاري الأمين العام السابق لهيئة علماء المسلمين تذكر إذاعة البي بي سي النص التالي بعد 24 ساعة تقول وصل ترند في تويتر عدد المشاركين والمعلقين على وفاة الشيخ وهي بالأغلب إيجابية ومع الشيخ ومواقفه إلى 270 ألف تغريدة وهذا الإداعات العالمية من هو الشيخ حارث الضاري ولماذا هذا الاهتمام به في ذلك الوقت كان كثير من السياسيين الذين يدفعون ويصرفون لا يحصلون على ألفين صوت هذا واحد من العموز الوطنية للمشروع ولهذا كل من يدخل في المشروع الوطني لأنه شرف المساهمة في البناء والتأسيس والاستمرار والمطاولة ولكل من يلتحق به بنية صافية ورغبة حقيقية بالتأكيد له دور وله علامة في هذا المشروع المشروع قوي ليس رعيفا والدليل أنه في البداية من كان يتحدث بشيء ضد الاحتلال وبسبب الانكسارات النفسية كان كثيرون يقولون له وين ذاهب الآن أتحدى شخص واحد يأتي وين تدحى الاحتلال والعملية السياسية على الرغم من كل هذا المشهد الآن الناقم على المشروع مشروع الاحتلال على العملية السياسية وأصحابها ورعاتها هل تعتقد أن المشروع الوطني قضية نجاح المشروع الوطني وفاعليته وبلوغ أهدافه في الإنقاذ قضية داخلية متعلقة فقط بالعراق واستثمار تفسخ العملية السياسية وحالة النقمة الشعبية المتصاعدة أم أن القضية فيها أبعاد إقليمية ودولية والتي لا زالت تدعم العملية السياسية بلا نظير بشكل على شيء مفتوح عربيا وإقليميا ودوليا أمريكيا هل تعتقد أن هذا المشروع وقودة الحالة الشعبية ستنجحه يصل إلى هدفه يعني أذكر أن هناك عوامل قوة في المشروع عامل أيضا ضعف نعم عوامل الضعف في المشروع أن العراق كما قلت سهل حال الصراعات الداخلية والإقليمية والدولية وهذه الصراعات ليست سياسية المشروع الوطني كل ما يطرحه هو عمل سياسي الصراعات عسكرية ومصالح ومعتقدات وهذه دول كبيرة وتمتلك كل شيء القوة الوطنية والشخصيات وحتى وسائل إعلامها إمكانيات بسيطة جدا ولكنها بحضور قوي جدا في الشارع العراقي والدليل أنه عندما تظهر أي مظاهرات خلال من عام 2010 حتى الآن أول ما ظهرت المظاهرات أو المظاهرات في البصرة والناصرية في 19-6-2010 وسميت مظاهرات كهرباء وقتل فيها أكثر من 17-1 منذ ذلك الحين تصاعدا ما يتحدث به المتظاهرون وهم رافضون للعملية السياسية وناقمون وكارهون لها هم يرددون ما تقوله قناة الرافضين والشخصيات الوطنية هذه قوة المشروع الوطني لهذا في نهاية المطاف نحن أمام مفترق طرق أين يضع الناس والشارع العراقي ثقته بالعملية السياسية ومن ساندها ووقف معها أم بمن وقف ضدها في وقت مبكر واستشرف كل أخطارها الذين يقفون مع المشروع الوطني الذي استشرف وحدد وقال هذا إجرام وهذا صح وهذا حقيقة وهذا خيال فأعتقد يبقى المستقبل للمشروع الوطني وعوامل القوة الداخلية رغم أنها بسيطة لكنها قوية نعم صد حارث الأسدي إذا حالة المفاصلة والمفارقة بين العملية السياسية وبين الرأي العام في العراق هناك خندقان وطبعا في حالة مواجهة وتصادم ما الذي يتوجب على المشروع الوطني القيام به ليصل إلى أفئدة الرأي العام ليقنعه بأهدافه النبيلة بصواب مساره بموضوعية طروحاته حتى الرأي العام يتفاعل معه ويتجنب أيضا الإخفاقات أو محطات الفشل التي سبقت عليه مهمة في هذا الجانب أن يصل إلى قلب الرأي العام أستاذ ماجد بالنسبة للرأي العام وأي رأي اتخذته القوى الوطنية أو يتخذ أي إنسان أو أي مجموعة هذا الرأي يعبر يعني يعتبر رأيه سياسي يعني حتى بالنسبة للمقاهو لما حمل السلاح هو يحمل قبل حمل السلاح رأيا سياسيا مناهضا لمشروع الاحتلال المشروع الاحتلال لما جاء جاء بالمحاصصة وجاء بالطائفية وجاء بعملية التجزئة وعملية تفخيخ المجتمع بقيت طروحات المشروع الوطني منذ انطلاقته إلى اليوم هي واحدة وهذه التي جاء بالاحتلال بها هذه الطائفية وغيرها الآن مقيتة عند الرأي العام بدليل أن هؤلاء الذين انتدبهم للطائفية لبسوا في كثير من المراحل ثوب الوطنية وثوب الليبرالية وثوب العلمانية وثوب ما تركوا ثوبا إلا ولبسوه زورا وبهتانا لأجل خداع الشعب و لأجل استمرار هذه العملية السياسية العملية السياسية لما أقول أنه المناهضة مناهضة المشروع المناهضة بمعنى المفاعلة بمعنى أن هناك مشروع طرحه الاحتلال وهناك رأي آخر يعني يحمله أفراد من ابناء الشعب العراقي مجموعات تيارات تناهض هذا المشروع بمعنى تمانعه فهذا الذي حدث خلال هذه الستة عشر عاما يسجل انتصار لهذه القوة المناهضة للاحتلال مع أنها ضعيفة ومع أنها غير مدعومة إلا أنها سجلت انتصارا على مدى ستة عشر عاما بقاها ثابتة وتتويجها بمشروع وطني يتناغم مع تطلعات أبناء الشعب العراقي هذا يسجل علامة فخر وإنجاز لهذه القوى الوطنية لا يمكن أن نعد المشروع الوطني أو الميثاق الوطني بغير هذا نعم دكتور رافع مشروع الغزو ومشروع السياسي الآن تركة ثقيلة خلفها في العراق على كل المستويات وطبعا منها هو الشروخ أو الندوب الطائفية التي أحدثها في المجتمع وطبعا واحدة من الأسس الرئيسة للمشروع الوطني هو التعاطي مع المجتمع كمواطن معيار المواطنة بوصلت المواطنة العراقية بعيدا عن أي تحزبات أو نفس طائفي هل تعتقد أن المشروع الوطني سيستطيع أن يقدم نفسه مشروع بديل وريد للنظام السياسي القائم ويداوي هذه الشروخ والندوب الطائفية التي أحدثها المشروع الغزو والعملية السياسية وأصحابها قادر؟ يعني جزء من قوة المشروع الوطني جزء أساسي من قوة هذا المشروع الوطني أو دعني أقول هكذا المشروع الوطني مثل ما تحدث الأستاذ وليد هو يقدم فكر سياسي نعم لكن تطبيقات هذا الفكر السياسي من يحمل هذا الفكر السياسي هو الشعب هو الرأي العام هو مجموعة أهل العراق أهل العراق طوال 16 سنة يراقبون ما يحصل جزء من قوة المشروع الوطني في طرحه في تبني الآخرين له فشل الجهة المقابلة فشل المشاريع المقابلة المشروع اللي فتت الهوية الجامعة إلى هويات فرعية صغيرة هويات طائفية وهويات مناطقية لم تجدي شيئاً مخرجات كانت كارثية مخرجات بها قتل مخرجات بها تفريق بها فساد بها خراب بها إفقار للناس بها أمية بها ظلم مجموعة العراقين راقبوا هذه القضية واكتشفوا هذه القضية بدون يعني لا يحتاج إلى عقول كبيرة كي ترشدهم هذه حياة يومية بالمقابل مشروع طائفي ماذا جنوا منهم جنوا فرقة جنوا كانوا بيتاً واحداً في أحزانهم قاتلوا سوية بنوا سوية بناء تراكمي كان موجود هذا كل يراقبوه تعليم كان بمستوى أنا لا أقصد نظاماً ولا أقصد يعني حالة بعينها وترجمها من قبل 2003 لكن هذا العراق كان هذا وصف لحالة حالة العراق كان فيها تعليم كان فيها تنمية كان فيها هذه كل المواطن كان يستشعرها ويعيش البديل هذه المشاريع البديلة عن ما كان يسمى في المشروع الوطني رغم فيه مثالب فيه فيه أخطاء فيه فيه انكسارات فيه فيه ما فيه لكن على الأقل هذا الإطار موجود جامع للناس هوية واحدة قيمة واحدة رموز واحدة الآن يعني غريبة عجيبة رايات متعددة لم تجلب إلى العراق سوى الخراب فبالتالي أنت أمام مشروع قادر أن يعيش قادر أن تتمنى الجماهير لأنه البديل عن كل هذا الخراب هذا الخراب جزء من قوة هذا المشروع المشروع ما كان يطرح بهذه القوة لو لا هذا الخراب لو لا هذا الدمار لو لا فشل هذه المشاريع هذه المشاريع لم تأتي بشيء وأنت بالتجربة التاريخية لكل شعوب الدنيا ليس في العراق خذ كل شعوب الدنيا تجربة الجزائرية الفيتنامية غيرها بالفرنسية أي تجربة الشعب قوة أساسية في أي مشروع في تبني أي مشروع إذا كان الشعب هو الأساس من يحمله مهما كانت القوة في العراق ميليشيات قوة عسكرية قوة دولية وقوة إقليمية لكن إذا الشعب آمن بهذا المشروع سيحمله وسيواجه كل هذه القوة لن تستطيع أن تنتصر عليه وهذا ليس من باب الأحلام الوردية هذا من باب التطبيقات العملية ودول كثيرة وتاريخ كثير كبير جدا يشهد وحتى التاريخ العراقي يشهد على هذا العالم أستاذ وليز زبيدي على ذكر الشعب وقوة الشعب والمراهنة على قضية الشعب هناك من يتحدث أن هذه المرحلة ما بعد عام 2003 ثمت شعور طبعا عند المجتمع عند الشعب العراقي حالة اليأس والإحباط وانعدام الثقة بكل القوة التي شهدتها أو عرفتها هذه المرحلة من 2003 إلى اليوم المشروع حتى المتضادين الذين في العملية السياسية والذين خارج العملية السياسية نتيجة الانكسارات نتيجة حالة الإحباط والقهر الموجودة في العراق كيف للمشروع أن يستعيد ثقة الشارع ويزرع في نفسه أمل من جديد يعطيه أمل من جديد أنه ثمت مسار للإنقاذ ثمت مسار للإصلاح لإنقاذه من هذه الهوة السحيقة يعني الذي وضع فيها البلد من 2003 هناك حالة ربما شك وريبة ونفور من كل القوة في هذه الحقبة ربما أختلف يعني في جزئية بسيطة مع خضرتك نختلف مع مشكلة نعم هي الواقع يعني أحنا يعني كيف يعني نوصف الحالة العراقية بمقولة الرئيس الباكستاني الراحل ضياء الحق هو تعامل مع الأمريكان فيقول فيها الذي يتعامل مع الأمريكان ونحن بالعراق يعني نتعامل مع الاحتلال كالذي يمسك كيس الفحم نسود اليدين والوجه نعم وأنا أضيف كل الذي تصدى للأمريكان حتى بكلمة وبموقف بقى نظيف اليد وأبيض الوجه فهؤلاء هم الذين الوجه هم أبيض أيدهم نظيفة وجههم أبيض هم الذين لا يقولون نحن قادة مشروع إنقاذ الحقيقة كل الذين يعملون في هذا المشروع هم يعملون على يعني في حملة وعوية شاملة للعراقيين تسمع لي أقاطعك وبعدين أخليك أتكمل الشعب العراقي تعرف أن كل هذه القوى الوطنية سواء مقاومة حملت السلاح وقاتلت تظاهرات تظاهرات 25 إشباط وصولا إلى هذه النتيجة وكأنه استقر في وجدانا أنه الحقيقة ليس هناك من تغيير يأتي من الداخل وربما وصت الناس بحالة من الإحباط واليأس أنه التغيير قادم من الخارج أما من الداخل فقط جربنا السلاح والحراك والتظاهرات لذلك أتكلم عن حالة اليأس والإحباط المتمكنة من نفوس قطاع كبير من الحقيقة من المجتمع أكمل حضرتك فالحملة الشاملة التوعوية التثقيفية التنموية في الوطن بالنسبة للناس اللي يتحدثون بها القلة يعني أصحاب المشروع الوطني هؤلاء وصلوا الناس إلى قناعة تامة بأنه العملية السياسية وأقطابها سيئين بالمطلق هذا ظهر في المظاهرات هذا ظهر في المظاهرات ظهر في الاحتجاجات في كل شيء ظهر في كل الآن شخص يظهر في أي قناة تلفزيونية حتى في قنوات الأحزاب يسبوهم على الطرف الآخر المشروع ليس قائد المشروع الوطني هو يريد أن يصل بالشعب أن يقود نفسه يقود نفسه كيف؟ هذا هو الخيار الذي سيكون ربما في صيغة أو صورة لا نتوقع ولكن طالما أن الشعب وصل إلى رفض المهيمنين فعليه هو يبحث عن الحقيقيين الصافيين العنقياء لقيادة البلد لبناء البلد للشراكة الجماعية في مرحلة أخرى فهنا دور يعني ما نسميه بالمشروع الوطني أنه أوصل الشارع العراقي ومثل ما تفضل دكتور رافا واحد من عوامل نجاح المشروع الوطني هو سوء الطرف الآخر وسلوكيات السرقات وغيرها فأعتقد ليس هناك أحباط كامل ولكن هناك نقطة حضرتك أشرت لها وربما هناك تداول في أوساط عراقية كثيرة أنا أقول كما قلت في عام 2006 كثيرا بأنه الذي يعتمد على مشروع شبيه للصحوات وهو ما يجري العمل عليه الآن هذا سيشعر ويعيش في خيبات أخطر من الخيبات التي مر فيها العراق أستاذ حارث الأسدي كيف يمكن بلغة شعرية رومانسية يعني إذا كان يعني لا بس أن المجتمع فعلا يخرج من حالة الإحباط ويزرع فيه الأمل أنه ثم تتغيير قادم من الداخل وليس صحيحا المراهنة على الخارج والآن البلد والمجتمع الذي فيه هو نتيجة شيء قدم من خارج الحدود الخير في التغيير من الداخل والشر من الخارج كيف يمكن الوصول ويقناعه بالوضوح نعم ومخاطبة الشعب بما يجري عليه من دون رتوش أو من دون تزويق أي مشروع وطني مهما كان لا يملك عصن سحرية بمعنى بضربة واحدة يتغير الحال من هؤلاء الذين هم منتدبين للمحتل إلى بلد يرفلوا بالعز والكرامة إنما المشروع الوطني هو عملية خط شروع ليست ليست لفئة معينة يعني المشروع الوطني ليس مقود لفئة معينة وإنما هو لأبناء الشعب العراقي منه ينطلقون إلى عملية تغيير كبرى وقد تستغرق وقتا طويلا وقد تحالفها ظروف تسرع في عملية الإنقاذ مسألة التغيير من الخارج قد ينتظر العراقيون كف اليد كف يد الدعم لهؤلاء من الخارج وإلا ماذا تسمي حكومة أيام نور المالكي سبعة عشر وزيرا يقدمون استقالة وتبقى الحكومة على ما هي عليه لو كانت في غير العراق لسقطت هذه الحكومات وسقطت وبدأ التغيير لكن الدعم الأمريكي والدعم الإيراني لهذه الحكومة واستقتالهم من أجل استمرار هذه العملية السياسية هو الذي يؤدي بالعراقيين إلى دفع هذه الفاتورة الباهضة الثمن شكرا جزيلا لأستاذ حارث الأزدي مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين شكرا جزيلا شكرا أيضا لأستاذ وليد زبيلي الكاتب والباحث السياسي ودكتور رافع أيضا شكرا له نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود مع الدكتور الفلاحي لنسمع منه إلى أخلاصة النقاش في هذه الحلقة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى إذا الدكتور أي مشروع وطني لإنقاذ العراق عليه أن يأخذ بنظر الاعتبارات معينة تعلق بانسداد الأفق السياسي حالة الصخط والغضب الشعبي الحرمان والقهر وعدم الاستقرار ويقنع الرأي العام بجدية أهدافه وبصدقيتها حتى لأنه بالنهاية الشعب هو مادة هذا المشروع ووقود الحقيقة الدافع نعم بالتأكيد من يقفون وراء أي مشروع وطني يدركون تماما أن الآفاق كلها مغلقة وهذه التجربة السياسية الرثة من عام 2003 لحد الآن وصلت إلى نهايتها التهت وكلفت أهل العراق ثمنا باهظا باهظا كبيرا جدا دماءا وأرواحا وتاريخا وزمنا وثروات كل هذه فبالتالي المشروع الوطني بات ليس حاجة ممكن أن تتعاطى معها بل بات حتمية حتمية وجود هذا وهذا ما تحدثنا بيه حتمية وعاجلة وعاجلة جدا الآن أنت في مأزق كبير العراق في كارثة يجب يقاف هذه الكارثة يقافها بحد معين لإنقاذ ما يمكن إنقاذها فبالتالي ليس هناك سوى المشروع الوطني ليس هناك سوى مشروع يجمع العراقين بعدها نجربوا كل هذه المشاريع المخربة مشاريع طائفية مشاريع تقضي على الهوية فرقت العراقين شتت العراقين سرقتهم عممت الفساد والقراب وجعلت العراق مطية للآخرين فبالتالي أنت لديك لابد من مشروع وطني ينقذ كل هذا وهذا قضية حتمية شكرا جزيلا دكتور نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم شكرا بارك الله فيكم شكرا